موسيقى نبدأ تجوانا القصير بين الصحف العربية مشاهدين لهذا اليوم من صحيفة الخليج التي نقرأ منها في الصحة لسقة لإزالة شحوم الخسرة توصل باحثون في كولومبيا من خلال إجراء بعض التجارب على الفئران إلى لسقة جديدة يمكنها توصيل الدواء مباشرة إلى الشحوم حول الخسر لتحويل الشحوم الضارة إلى شحوم جيدة نطالع من صحيفة الوئام السعودية طائرة ورقية سريعة يمكنك التحكم بها من هاتفك الذكي عرض موقع كيكستارتر للتمويل الجماعي طائرة ورقية جديدة قادرة على الطيران بسرعة 25 ميلا في الساعة والقيام ببعض الحركات الاستعراضية ويمكن التحكم بها لغاية 60 مترا من خلال الهاتف الذكي وبسعر يبدأ من 29 دولار أمريكي واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصري تويتر يختبر ميزة لحفظ التغريدات لقراءتها لاحقا جاء في تفاصيل الخبر كشف تقرير جديد أن موقع التغريدات القصيرة تويتر بدأ اختبار ميزة جديدة تعرف بسيف فور ليتر والتي تضيح للمستخدمين حفظ التغريدات للعودة إليها في وقت لاحق وصحيفة الغد الأردنية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم واتساب تطرح نسخة لرجال الأعمال تقدم واتساب خدمة جديدة ستكون منفصلة تماما عن الإصدار الحالي من التطبيق من خلال نسخة مختلفة صممت خصيصا لشركات الأعمال وسيكون باستطاعة أصحاب الأعمال الصغيرة استخدام النسخة الجديدة التي يطلق عليها واتساب بيزنس ختاما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية وبيض مهندس وراثيا لعلاج السرطان كشف باحثون يابنيون عن وسيلة جديدة لعلاج السرطان تتمثل في استخدام دجاج مهندس وراثيا للحصول على بيض يحتوي على عقاقير بيتا انتريفيرون شكرا على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سابسكرايب إن تم الإعجاب بذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك